نهارده حصل حاجة غريبة جدا نهارده الحرامي كان على الهاوى يعني يعني عارف ليقولك متأمر واهبل هو ده اللي ينطبق عليه فكرة متأمر واهبل ليه؟ لأنه هو شايف واحد بيكلم في التليفون وبيوصف الحالة بتاعة الزلزال وبيحاول أنه هو يقوم بواجبه هو قال لك لأ يعني طالما مسك التليفون كده فالتليفون بالنسبة لي بقى سهل وخده هو على الموتسكل ومشي حرامي خطف تليفون صحفي في اليوم السابع أثناء بس مباشر زملنا محمود راغب صحفي في اليوم السابع أثناء تعليقه على خبر الزلزال اللي شعر به نهاردة بعد الأهالي منطقة بهتيم شبراء الخيمة أعمل لايف للجورنال بتاعه وبيقدي واجبه وبيتابع بالزبط اللي بيحصله وبيبعث البس المباشر بتاعه هو اللطيف أنه المسألة زي ما بقول لحضراتكو كده يعني حرامي متآمر واهبل يعني أنت شايف واحد أو مش فاهم يعني إيه بس مباشر بس هو قدروا أنه هو بقى الحرامي اللي بيسرق على الهوى تليفون المراسل والصحفي محمود راغب في اليوم السابع شايفين حضراتكو قعد فترة بس مباشر طبعاً عايز أقول لحضراتكو أنه الفيديو ده فرقة فيديو وسرق التليفون المراسل على الهوى ده ترند على مستوى الوطع العربي كله يعني مش على مستوى مصر بس وكأنه على فكرة المراسلين عبر التليفونات بجد لازم ياخدوا بالهم لأنه واضح أن المسألة ويسو بسمو الفيديو طويلة يعني يعني نعايزين بس لحظة خطفه منه الكاميرا لما تهزت كامت كده واحد معدي موتيكل شاف الواقع شاف التليفون والمراسل راح ظهر ورح واخد التليفون بتاعه طبعاً آلاف بل أتوقع ملايين لهذا الفيديو حققوا سرء التليفون محمول لمراسل على الهوى مباشرة دي من ناحية جديدة جديدة بس هو يعني يعني خلص هو معروف وعتقد أنه لم يكن تم القبض عليه ففي الدقائق أو ساعات القليلة القادمة هيكون تم القبض على هذا اللص أو هذا الحرام أن ترجمة نانسي قنقر